قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العالم يريد السلام للموت جاء ذلك في تغريدة الله عقب صدور قرار من مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجها الصاروخي والنووية وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الخمسة عشر بمن فيهم الصين مشروع القرار الأمريكي الذي ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم الذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جون وان ويشدد مشروع القرار الجديد المرتكز على العقوبات السابقة القيود على تزويد بيونج يونج بمشتقات النفط والنفط الخام وهي إمدادات أغلبها ترد من الصين وكانت واشنطن قد قدمت مشروع القرار الخميس بعد مفاوضات مع الصين الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط إليها